مرحبا بكم تعتبر القارة القطبية الجنوبية والمعروفة أيضا باسم أنتاركتيكا واحدة من الأماكن التي لا يعيش فيها الكثير من الناس وهذا يجعل العديد من الأشياء الغامضة تحدث فيها والتي تصيب الكثير من العلماء بالدهشة والذهول حينما يتمكنوا من اكتشاف أي شيء من هذه الأشياء الغامضة ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هذه الاكتشافات الرائعة ولكن أولا مشاهدين الكرام ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد عندما استطاع العلماء اكتشاف هذه الصخرة الغريبة في القارة القطبية الجنوبية اندهش الكثير منهم ولم يكونوا قادرين على معرفة المصدر الذي جاءت منه حدث هذا الاكتشاف في العام الماضي وبعدما استطاع العلماء دراسة الخصائص الخاصة بهذا الجسم اتضح انه عبارة عن بيضا كانت تعود الى الكائنات القديمة التي كانت تعيش منذ ملايين السنين كما اكد الكثير منهم على ان القشرة الخارجية التي كانت تغطيها كانت ناعمة ويقال ان عمرها حوالي ستة وستين مليون سنة وكانت البيضة فارغة من الداخل وهذا ما جعل الكثير من العلماء غير قادرين على تحديد هوية هذا الكائن الحي المسؤول عن اخراج هذه البيضة ولكن يقال ان هذا النوع من البيض يعود الى الكائنات البحرية القديمة التي انقرضت منذ ملايين السنين وهذه كانت تعتبر اول بيضة حفرية من نوعها يتم اكتشافها في القارة القطبية الجنوبية اوضحت خرائد جوجل وجود كرة غريبة الشكل في الساحل القريب من القارة القطبية الجنوبية على بعد حوالي ستين كيلومتر ويقال ان قطر هذا الشكل يصل الى حوالي سبعة وثلاثين متر والغريب ان الصور التي التقطها القمر الصناعي توضح على ان هذا الشكل كان صلب بعض الشيء وهذه الصورة لم يتمكن اي من العلماء تفسيرها ومن هو الشخص الذي تمكن من تكوين هذا الشكل في هذا المكان ام هل هو مجرد كائن بحري غامض لم نتمكن من اكتشافه حتى الان ومن ضمن الاكتشافات الغريبة التي استطاع العلماء اكتشافها في القارة القطبية الجنوبية هو وجود هرم يشبه الاهرامات المصرية الموجودة في الجيزة ولكن هذا الهرم كان مغطى بكمية كبيرة جدا من الثلج كما انه كان يحيط به كمية كبيرة ايضا من الجليد ويقال انه تم اكتشافه من قبل في الفترة ما بين 1910 الى 1913 وما دفع الكثير من الناس الى محاولة معرفة حقيقة هذا الهرم اصاب الكثير بالدهشة والذهول حيث كيف يمكن ان يتم تأسيس واحدا من هذه الاهرامات المعروفة في مصر في مكان وبيئة ومناخ مختلف تماما في القارة القطبية الجنوبية يقول البعض انه ليس من الضروري ان يكون هرم مثل الاهرامات المصرية الموجودة في الجيزة بل من الممكن ان يكون قمة من الجبال والتي تحيط بها كمية كبيرة جدا من الثلوج وهي ما تجعل الجبل يبدو بهذا المنظر كما لو كان هرم كما يقال ان الرياح هي ما ادت الى جعل قمة الجبل تبدو بهذا المنظر ولكن كيف للرياح ان تقوم بنحت هذا الشكل بطريقة هندسية ممتازة بهذه الدرجة كما ان البعض ايضا يقول ان المصريين القدماء من الصعب عليهم الوصول الى القارة القطبية الجنوبية حتى يتمكنوا من تصميم واحد من هذه الاهرامات في هذا المناخ والبيئة الصعبة تم نشر هذه الصورة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في القارة القطبية الجنوبية وكان الكثير من الناس قد اصابهم الذهول من حقيقة هذا الجسم الغريب الذي اصطدم على الارض وكان من الواضح عليه انه يحاول الفرملة والوقوف مما يؤدي الى تكوين هذا الشكل الذي يشبه مسار العجل وهذا جعل الكثير من الناس يقول ان ربما حاول الفضائيين الوصول الى كوكب الارض والهبوط في هذا المكان بعيدا عن باقي البشر ولكن تمت عملية الهبوط بطريقة خاطئة مما يؤدي الى تكوين هذا الشكل الذي تراه امامك في هذه الصورة ولكن بعضا من العلماء الاخرين يقولون انه من الممكن ان تكون هذه عبارة عن صخرة سقطت من فوق جبل مما جعلها تنحدر على الارض وتكون كتلة كبيرة من الثلج هي ما ادت في النهاية الى هذا الشكل بالرغم من ان القارة القطبية الجنوبية تعتبر واحدة من المناطق الاكثر تعرض لكمية كبيرة جدا من الثلوج الا ان العلماء استطاعوا اكتشاف مجموعة من الحفريات المحترقة في احدى الغابات التي كانت توجد في القارة القطبية الجنوبية ويقال ان هذا الحريق قد حدث منذ اكثر من 250 مليون سنة مما ادى الى اشعال الحريق في العديد من الاشجار التي كانت توجد في هذه المنطقة منذ القدم وبالفعل توجد العديد من علامات النيران على مجموعة من الاشجار والصخور والحفريات وهذا ما يدهش الكثير من العلماء ويقول البعض ان هذا الشيء قد حدث بسبب نشاط بركاني والبعض الاخر يقول بسبب سقوط احد النيازك على هذه المنطقة ولكن لم يتوصل جميعا الى قرار واحد صحيح تعتبر القارة القطبية الجنوبية واحدة من اكثر المناطق التي تسقط عليها كمية كبيرة جدا من النيازك والاجرام السماوية من الفضاء ومن بين هذه النيازك التي سقطت على كوكب الارض في القارة القطبية الجنوبية هذا النيزك الذي تم اكتشافه في ديسمبر عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين كما يقال ان هذا النيزك كان يحمل كمية من البكتيريا الغريبة جدا والتي جعلتهم يتأكدون من انه قادم من خارج الارض ويقال ان النيازك تسقط على كوكب الارض وفي القارة القطبية الجنوبية منذ حوالي ملايين السنين وما يؤكد لهم هذا الشيء هي البكتيريا التي يتم اكتشافها على هذه الصخور والتي لا تتشابه بتاتا مع البكتيريا التي توجد على كوكب الارض يقال ان هذه النيازك التي سقطت منذ ملايين السنين هي ما ادت الى تدمير البيئة النباتية التي كانت توجد في هذا المكان من قبل في نهاية القرن العشرين استطاع العلماء اكتشاف هذه البحيرة التي كانت توجد اسفل الثلج والتي تم تصنيفها على انها تعتبر واحدة من اكبر البحيرات الموجودة اسفل الثلج حول العالم توجد على عمق حوالي 4000 متر كما ان مساحتها تصل الى 15500 متر مربع ويقال ان عمق البحيرة نفسها يصل الى 12000 كيلو متر وفيها تم اكتشاف العديد من انواع البكتيريا المختلفة والجراثيم التي ادهشت الكثير من العلماء ويقال ان هذه البكتيريا لها امكانيات وقدرات مختلفة تماما عن البكتيريا المعروفة وهذا يعني انها قادمة من مكان خارج كوكب الارض كما انها كانت تعيش في هذا المكان منذ اكثر من حوالي 15 مليون سنة وفي خريف عام 2020 استطاع العلماء اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الحية وربما ان هذا يجعلهم قادرين على معرفة الطريقة التي تساعد مثل هذه الكائنات على المعيشة في هذه الظروف الصعبة مشاهدين الكرام شكرا لكم لمشاهدة الفيديو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة الى اللقاء اشتركوا في القناة